أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في هذه المرحلة المهمة حيث تكثف الدولة مختلف جهدها جذبا لمزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة وتشجيعها لقطع الخاص جاء ذلك خلال اللقاء رئيس الوزراء مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب حيث أشار مدبولي إلا أن العام الماضي شهد ارتفاعا في معدلات الاستثمار الأجنبية المباشر نتيجة لما تم تنفيذه في إطار برنامج الترحات الحكومية وكذا صفقة رأس الحكمة ولفت رئيس الوزراء إلى أن ضم ملف التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار يأتي في إطار ارتباط العمل والمستهدفات سواء ما يتعلق بفتح أسواق جديدة للتصدير أو جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية